حادثة الراشدية مقتل مواطنين الداخلية تلقي القبض على اثنين من الجنات وتبحث عن آخرين هل ثمت عناصر أخرى تم القبض عليهم دوافع هذه الجريمة هل ثبتت؟ نعم مساء الخير عليك وعلى الزميلة الكريمة ومشاهديك الكرام بالحقيقة عصر هذا اليوم هو بحد ذاته كان حادث جنائي نتيجة مشاجرة على قطعة أرض وتم تحديد هوية الفائلين والقبض على اثنين منهم وعمليات البحث مستمرة في تتبع الباقيين لكن هو بالمجمل هناك من روج له لدوافع أخرى وهناك من عزل موضوع إلى موضوع آخر الموضوع هو خلاف على قطعة أرض والإجراءات القانونية متخذة من قبل قيادة شرطة بغداد الرصافة في منطقة الراشدية بالتالي نحن كوزارة داخلية مسؤولين عن حفظ الأمن الداخلي ومسؤولين عن أرواح ممتلكات الناس ونعد من خلال فضائيتكم الكريمة أن كل من يقوم بالاعتداء على العراقيين سواء بالقتل أو السلق أو أي شيء آخر سيكون تحت طائلة القانون اليوم وزارة الداخلية تقدم مجهودات كبيرة جدا في مختلف الأصعدة لا سيما وهي وزارة ترافق الإنسان من يوم الولادة إلى يوم الممات كذلك تبدأ واجباتها من آخر منفذ حدودي على الخط الصفري مع حدود الدول حتى منتصف أزقة المدن وهذه مسؤولية كبيرة على عاتق وزارة الداخلية لكن الآن منتسبي وضباط الوزارة وموظفيها يقدمون نتاجات رائعة تقريركم الذي ظهر كان تقرير موفق وبيّن جزء من واجبات الوزارة وإن شاء الله نعدكم خلال هذه السنة وأيامها القادمة أن يكون النجاح أن نسيطر وأن نثبت النجاح الذي حققناه في العام الماضي الذي كان عاما استثنائيا أعتقد لوزارة الداخلية من حيث الانخفاض في الجريمة الجنائية والانخفاض في الجريمة الإرهابية وفي موضوعة المخدرات وفي موضوعة الحدود وفي موضوعة نقل المسؤولية الأمنية وفي موضوعة ملفات استراتيجية كثيرة سيدة العميد ربما ثمت حوادث ظهرت هذا اليوم وحتى الأمس قد تصنف على أنها جنائية ونابعة من مشكلات عائلية لكن هذا الموضوع يعيدنا إلى ظاهرة السلاح المنفلت السلاح الذي يتواجد في كل منزل ربما من العراقيين ثمت قطعة السلاح مدعم نجرات الوزارة في احتواء هذه الظاهرة لكبح جماح الجرائم شوف يا سيدي الكريم موضوع السلاح الموجود هو ليس جديد هذا الموضوع هو معروف لدى العراقيين نتيجة تراكمات سابقة نتيجة تركة الجيش العراقي السابق أحداث عام 2014 عمليات التهريب كل هذه العوامل ساعدت في وصول أسلحة كثيرة إلى متناول المواطنين لكن بالنهاية وزارة الداخلية وحال تشكيل حكومة سيد محمد شاع السوداني واستئذار السيد عبدالأمير الشمري وزارة الداخلية وضع برنامج لهذا الموضوع فيما ذكرت بموضوع قطعة سلاح قطعة سلاح هو من ضمن عمل اللجنة الدائمة اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة أتاحت لكل رب أسرة في دار مستقلة قطعة سلاح واحدة حتى أوضح قطعة السلاح الواحدة هي لحماية الدار وهي تمنح بموجب إجازة حيازة بالتالي هذا السلاح بأي شكل من الأشكال لا يمكن إخراجه خارج سياج المنزل ولو خرج خارج سياج المنزل سيعامل معاملة السلاح الخارج على القانون وهذا موضوع دولي معمول في كثير من دول العالم أنها تمنح لمواطنيها رخصة في قطعة سلاح لغرض الحيازة هذا ما يتعلق بالحيازة أما موضوع الحمل لا يشمل المواطنيين وإنما هناك فئات حددتها المادة داعش من قانون الأسلحة تختلف تماما عن هذا الموضوع طيب سيدة العميد لدينا فتاة تقدم على قتل أبيها بمعية أمها محاولة زوجة قتلى زوجها في مقهى في إحدى محافظات العراق يعني مرد نزعة العنف واستخدام السلاح دور الداخلية أيضا سيما الشرطة المجتمعية في مواجهة هكذا ظواهر شوف الحادثة التي تقع هنا وهناك اليوم تعداد الشعب العراقي عدده كبير وعدد الأسر فيه كبير فبالتالي الأمور لا تقاس على حادثة تقع هنا وهناك اليوم الجريمة موجودة بوجود الإنسان من تاريخ البشرية هي موجودة لذلك هذه لا تعتبر مصدر قياس أما موضوع وزارة الداخلية نحن ذاهبون باتجاه عمليات تثقيف عالية اليوم دائرة العلاقات والإعلام استحدثت أقسام كثيرة منها أصدقاء وزارة الداخلية الشرطة المجتمعية مديرية شؤون العشائر أقسام أخرى معنية بهذا الجانب ما ذكرتموه في التقرير تقرير جروبر اللي ذكر ثقة المواطن العراقي بوزارة الداخلية هذا لم يأتي عن فراغ وإنما جاء عن طريقة خلق رأي عام بتماس مع المواطن نحن نؤمن في وزارة الداخلية بأن المواطن هو رجل الأمن الأول ونؤمن بأن الشراكة مع المواطن هي التي تحقق الميزة الأمنية لذلك ذوبنا كثير من الحواجز بحكم أي جهاز تنفيذي الآن موجود في أي دولة بالعالم سيكون هناك حاجز مع المواطن لكن اليوم نشعر بارتياح كبير بقربنا من المواطن وهذا تقرير معتمد من مؤسسات دولية أشار إلى ثقتها بالشرطة المحلية العراقية المواطن العراقي هو ميال للسلام ويحب الاستقرار بالتالي تعاون مع أجهزة وزارة الداخلية كل الأجهزة الموجودة في وزارة الداخلية هي لخدمته أما الظواهر الشاذة التي تحصل هنا وهناك لدينا عمل ستراتيجي كبير في هذا الجانب ولدينا توعية عالية في هذا المجال لكن أيضا أؤكد أن وزارة الداخلية ليست فقط هي حلا في هذا الموضوع وليست هي المعنية فقط في هذا الجانب بالتالي الجميع يجب أن يشترك في عمليات التوعية ونبذ كل الظواهر التي تهدد السلم المجتمعي وتهدد أمن المجتمع وتهدد أمن الأسر العراقية فكلنا شركاء في عملية الأمن الأمن عكاسة كبيرة لحياة المجتمع ولطبيعته والاستقرارة ولطبيعة الأسر لذلك الأسرة هي النواة الأولى ضمير الإنسان والأسرة والمجتمع والبيئة وكل المنابر والوسائل وكل شيء هو شريك مع وزارة الداخلية في عمليات التوعية وحفظ الأمن لكن ما يقع على عاتق وزارة الداخلية تقوم به بأمثل وجه إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة